اشتركوا في القناة باسم واحد ما بين كل اللاعبين والاسم ده فعلا يستاهل ان احنا نسأل عنه ويستاهل ان احنا نعمل عنه حلقة لوحده خاصة بيه اللاعب ده مثير للجدل نقدر نقول عليه كده من الاخر هو سيرخيو راموس بتاع سوريا يعني سيرجيو راموس او سيرخيو راموس زي ما انت بتحب تنطقها اللاعب الكبير ولاعب منتخب اسبانيا ولاعب باريس سان جرمان هيبقى عندنا نسخة منه ان شاء الله باذن الله في المنتخب السوري اللاعب ده ويمكن غريب شوية اللي انا هقوله ده لكن انا مضطر ان اقوله يعني هو من اللاعبين المتدينين دايما بيقول الحمد لله الحمد لله فكل كلامه العجيب في الامر ان اللاعب ده مش بس ينفع يمثل منتخب سوريا لا ده ينفع يمثل تلات منتخبات او اكتر ينفع يمثل منتخب كندا لانه طبعا من موليد كندا تحديدا لندن انتاريو وينفع يمثل منتخب لبنان وينفع يمثل منتخب سوريا ولكن وقع اختيار هذا اللاعب على منتخب سوريا وللامانة لا اعرف ما المجهودات التي قام بها الكابتن حسام السيد والاتحاد السوري لكرة القدم الحالي من اجل اقناع هذا اللاعب بتمثيل المنتخب السوري اكيد هو شرف لي واكيد فايدة كبيرة باذن الله للمنتخب السوري انا بتكلم معاكم عن مين عشان بس ما تهش معاكم في الكلام انا بتكلم معاكم عن الموهبة السورية الشابة والرائعة بلال حلبوني بلال حلبوني اللاعب المتميز اللاعب اللي فضل طول عمره حوالي 14 سنة يلعب كرة قدم كصانق العاب وكخط وسط ولكن في عام 2019 وفي الدوري الالماني ومن ايام ما كان بيلعب في افسي لندن قرر ان هو يكون قلب دفاع ويتخصص في موضوع قلب الدفاع تحس كده ان هو حاسس بنا كمنتخب سوري ان احنا محتدين لاعب قلب دفاع بامكانيات سرخ يوراموس ولكن لاعب عربي تعالوا نتكلم معاكم عن اللاعب عائلة اللاعب زي ما قلت لكم هي مقسمة ما بين لبنان وسوريا ويمكن العجيب في الامر ان بلال حلبوني زار لبنان كتير لكن عمره ما زار سوريا وبالرغم من كده اختار تمثيل منتخب سوريا اللاعب طبعا زي ما قلت لكم هو من مواليد كندا تحديدا انتاريو سنة 2019 لعب مع فريق كندي كده مبتدئ اسمه افسي لندن قدم موسم جاية جدا وكان ساعتها عمره تسعتاشر سنة ناس كتيرة جدا كانت مقربة من بلال حلبوني وعمه تحديدا قالوا لا انت يعني مستوى كويس جدا واكتر من ان انت تلعب في نادي هو اللي هو نادي افسي لندن في كندا طيب ما تفكر ان انت تلعب في نادي اكبر او افضل ساعتها بلال حلبوني كان بيلعب مباراة نهائي مع افسي لندن قدم ساعتها هداء كويس جدا جدا ولكن خسر بكل اسف في المباراة النهائية يعني وصل لنهائي دوري افسي لندن في كندا طبعا هو كان دوري هواه مش دوري رسمي وساعتها استطاع بواسطة زملائه واقربائه وعمه تحديدا اللي كان بيدعمه جدا جدا وقدر ان هو يعمل يعني نقدر نقول عليه شوريل او مجموعة من اللقطات المجمعة لموهبته وللمساته الرائعة كمدافع وخط وسط وكصانق العاب وخد اللقطات دي وبدأ يوزعها على بعض من الاندية معام بلال حلبوني كان له علاقة وطيضة ببعض الاداريين في نادي فيردر بريمن في الدوري الالماني الدرجة الثانية واستطاع ان هو يقدم لي وقبل قبل بلال حلبوني ان هو يلعب كرة قدم يعني كده تجربة اداء اللي بيسمع عنكم عن موضوع تجربة الاداء يعني اللاعب ده متمايز بس احنا محتاجين ويجي عندنا 3 اسابيع شهر عشان نشوف امكانيات وبلال حلبوني وافق طبعا وصافر الى المانيا 3 اسابيع مكتملة واستطاع ان هو يفوز بتوقيع عقد مع نادي فيردر بريمن سنة 2020 ودي كانت البداية في الدوري الالماني طبعا انتقال بلال حلبوني للدوري الالماني كان صعب بلال حلبوني زي ما قلت لكم من اللاعيبة اه هو ما بيتكلمش عربي هو لعب متدين وهو لعب بيحافظ جدا جدا على اسرته وبيحب ان هو يكون قريب من اسرته قرر يترك اسرته في كندا وراح انتقل لالمانيا لوحده وده كان امر صعب جدا عليه ولكنه قدم مستوى جيد جدا لحد ما وصل لمستوى ان هو يلعب يبقى الكابتن رقم اتنين في نادي فيردر بريمن في الدوري الالماني الدرجة الثانية وانا عارف طبعا ان كلمة الدوري الالماني الدرجة الثانية يعني ممكن تكون بالنسبة لبعض الناس يعني احنا جايبين درجة تانية يلعب في منتخب سوريا اه 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 تابع انت بس مباريات نادي فيردر بريمن بالمناسبة بلال حلبوني انتقل لنادي اخر لكن لما كان بيلعب مع فيردر بريمن شوفوا المباريات وشوفوا مستوى ارضية الملعب وشوفوا مستوى الاهداف وشوفوا مستوى كرة القدم والجماهير اللي بتهلل وهتعرفوا اني انا اسف يعني بعض الدوريات العربية عندنا اقلب كتير من دوري الدرجة التانية في الماني اه لعب بلال حلبوني لنادي فيردر بريمن لفترة حوالي سنة وبعدها انتقل لنادي اخر وقدم اداء رائع وهو الان يلعب مع نادي مادنبرج في الدوري الالماني ايضا اعتقد الدرجة الاولى او الدرجة الثانية بالمناسبة نادي فيردر بريمن اه قعد اربعين سنة يلعب في البوندس ليجا وانتو عارفين يعني ايه البوندس ليجا بكل تأكيد هل مستوى بلال حلبوني وامكانيات بلال حلبوني يحتاجها منتخب سوريا لازم طبعا نتكلم هنا بشكل علمي شوي المواصفات الجثمانية لبلال حلبوني مع الفرق اللي لعب معاها سواء افسي لندن او فردر بريمن او الان مع نادي باننبرج اه وبالمناسبة هو يلعب مع مادنبرج لحد سنة الفين خمسة وعشرين مواصفات قوية جدا بلال حلبوني من اللعيبة اللي بيتمتعه بقوة بدنية طول حوالي متر تسعة وتمانين سانتي عنده سيطرة كاملة جدا على الكورة بيعرف يقطع وبيعرف يسيطر على الكورة ويعرف يعمل التاكلينج ومشهود ليه من كل الناس اللي اتعامل معاهم ومن كل المدربين في كل الفرق اللي لعب فيها انه هو يصلح اكتر كقلب دفاع زي سارخي وراموس حتى هو صرح كتير ان هو من عشاق رودريجو اللاعب الاسباني وطبعا بيعشق فاندايك الهولندي اللي بيلعب في نادي ليفربول ولكن هو بيحب اكتر سارخي وراموس قريب الصلة بسارخي وراموس حتى هم طول شعره زيه في بعض الصور يعني وبيربط شعره برضو زي سارخي وراموس بلال حلبوني الان قلب دفاع هل منتخب سوريا ينقصه قلب دفاع طبعا طبعا مين قلب دفاع منتخب سوريا الان مؤيد الخولي سعد احمد وقبليهم كان احمد الصالح بنتكلم في ناس عدوا الاربعة وثلاثين سنة والخمسة وثلاثين سنة طبعا الكابتر احمد صالح اعتزل يعني مش مش محتاجة اه هو ما اعتزلش بشكل رسمي ولكن هو خلاص مش هيلعب مع المنتخب السوري مرة تانية اعتقد ولا هيلعب في الدور السوري اخر مباراة اللي لعيبها مع نادي الجيش في كاس الاتحاد الاسيوي واضاعاته لركلة الجزاء يعني يعني نهاية يعني وكأن كرة القدم تقول له نهايتك هنا خلاص استقر هو وفتح مشاريعه وكده طبعا نحن نقدر ونحترم الكابتن احمد الصالح على ما قدمه لكن خلاص السن ليه حكمه خمسة وثلاثين سنة نفس الامر بالنسبة لسعد احمد نفس الامر بالنسبة لمؤيد الخولي نفس الامر بالنسبة لمحمد صهيوني وبالمناسبة هما برضو مش قلوب دفاع متخصص بلال حلبوني قلب دفاع متخصص متخصص وكمان شخصية بلال حلبوني بلال حلبوني من اللعيبة اللي شخصيتهم جادة جدا جدا داخل الملعب قائد آه هو سنه صغير حوالي اتنين وعشرين سنة او تنتين وعشرين سنة ولكن لاني بلال حلبوني كان ابن وصد خمس اخوات اخرين يعني عنده خمس اخوات ولاد يعني هم ستة ابناء كلهم رجالة كلهم شباب فيعني شخصيته اصبحت خشنة الى درجة كبيرة يعني هو مش 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 غير لما يكون ولد على بنات او اسرة مكونة من ولاده وبنات يعني بياخد شوية من خصال البنات والبنات برضو بتاخد شوية من خصال الوقت فتبقى خشنة اكتر لكن بلال حلبوني حياة رجولية كاملة شخصية قوية شخصية قيادية مركز جدا جدا وهدفه ان هو يصبح لاعب من اكبر اللعبين فيه احد الدوريات الخامسة الكبرى انا مش مستبعدها وانا بحترم جدا جدا الطموح وطبعا بحترم اكتر الطموح اللي يكون وراء اسباب ويكون وراء يعني يكون وراء عمل ويكون وراء تعب طبعا بكل تأكيد بلال حلبوني من الناس اللي مش بس عايز يكون لاعب فيه احد الدوريات الخامسة الكبرى لا ده كمان عايز يكون قائد الفريق بتاعه عايز يكون الكابتن عايز يوصل لكأس العالم كمان يعني يعني طموحات يعني طموحات لشاب بيمتلك مهارات هدبان ان شاء الله بإذن الله في مباراة الأردن المقبلة ونأمل أن يشارك فيه وقت كويس شوت على الأقل يا سلام لو المباراة كلها عشان نعرف بالزبط مستوى إيه بلا الحلبوني ما بيتكلمش عربي ما بيتابعش الدوريات العربية ما يعرفش أي شيء عن كرة القدم الأسيوية أصلا يعرف بعض من الأسماء في الدوري السعودي وطبعا بحكم أن الدوري السعودي من أنضج الدوريات ومن أكتر الدوريات ماديا يعني القيمة السوقية عالية جدا عندهم وطبعا أكيد هو فكر في يوم من الأيام أن يلعب في أحد الدوريات العربية تحديدا الدوري السعودي وده أمر منطقي بالنسبة لأي لعب من اللعيبة اللي من أصول عربية أو أصول لبنانية أو سورية ولكن ما يعرفش أي شيء عن منتخب سوريا وأنا بالنسبة لي ده أمر كويس يعني هو زي ما بيقوله صفحة بيضة تقدر تكتب عليها زي ما أنت عايز يعني زي عبد الرحمن ويس وهم قدموا من أداء رائع هيكون عندنا في منتخب سوريا اتنين در رحمن ويس إلى جوار بلال حلبوني أنا مستبشر خير جدا جدا وشايف أني بلال حلبوني هيشكل إضافة قوية بإذن الله إن شاء الله نأتي لنقطة مهمة هل تمثيل بلال حلبوني للمنتخب السوري أمر قانوني؟ وهنا لدينا إشكالية لابد من عرضها واضح جدا جدا من خلال حوارات بلال حلبوني المسجلة والمصورة أنه يميل أكتر للجانب اللبناني بيحب نصه اللبناني واللي أنا أتوقع كده توقع من بعيد اللي هو نص والدته يعني جانب والدته توقع مش أكتر يعني أصوله اللبنانية أهم متعاطف جدا مع الشعب اللبناني ومع كرة القدم اللبناني ورح لبنان أكتر من مرة زي ما قلت لكم غريب جدا أني يتم إرسال دعوة لي لتمثيل منتخب سوريا والأغرب أنه وافق هل قانونا ينفع بلال حلبوني يلعب مع المنتخب السوري؟ طبعا ينفع طبعا قولا واحدا ينفع والأمر لأنه لم يمثل أي منتخب آخر آه هو عرض عليه كندا عرض عليه منتخب لبنان وعرض عليه منتخبات أخرى بكل تأكيد لكن رسميا كندا ولبنان فقط ولكن هو اختار تمثيل منتخب سوريا هل هيلعب المباراة المقبلة؟ هيلعب بإذن الله إن شاء الله المباراة المقبلة ولكن لما تصل الموافقة الرسمية من الفيفا والموافقة أيام قليلة نحن النهاردة كان في الشهر النهاردة خمسة تسعة أول مباراة لمنتخب سوريا في بطولة الأردن الودية يوم تلاتة وعشرين تسعة آه أمامنا من الآن طوانتاشر يوم طوانتاشر يوم كافية جدا للوصول والحصول على الموافقة من الاتحاد آه الأسياوي والاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل تمثيل بلال حلبوني للمنتخب السوري بشكل رسمي أتمنى إن الكابتن حسام السيد يسعى جاهدا لإعطاء الفرصة مكتملة لكل اللعيبة أنا عارف إن الأمر صعب يعني كفانة تجريب المتجرب وأنا مش عايز أقولي يعني اللي بيجرب المتجرب عجله كملوا أنتو مش أقول أسماء برضو عشان ما حدش يزعل بس عندنا لعيبة موجودين في القائمة لعبوا كتير ومقدموش حاجة ورفعونا الضغط وما بيعملوش أي شيء في الملعب وجربناهم في مباريات رسمية ومباريات ودي أول ما جربنا عبد الرحمن ويس مع الكابتن نظار محروس ومع الكابتن تيتا فاليريو وشفنا يعني شفنا وتحصرنا وتحصرنا والله إن إحنا إزاي عندنا عبد الرحمن ويس ودفعنا سايبين وكده فاضي إزاي عندنا لعب بإمكانيات بلال حلبوني وما يلعبش أتمنى من الكابتن حسام السيد أن يخلي بلال حلبوني يشارك حسام عايش يشارك عمار رمضان يشارك تلاتة دول ما لعبوش قبل كده مع منتخب سوريا حسام عايش لعب حوالي عشر دقائق عمار رمضان ما لعبش بلال حلبوني أول مباراة لي عايزين يشوف الناس دي تلعب بستني أعرف رأيكم تحت في التعليقات عن بلال حلبوني وعن تمثيله للمنتخب السوري وعن سيرته الذاتية اللي احنا أعتقد أن احنا استفضنا فيها النهاردة كمان أنا لازم أوجه الشكر للأستاذ ميشيل سعد واللي كان لي النصيب الأكبر من المعلومات اللي أنا قلتها النهاردة وهو عامل حلقة قوية جدا جدا ولقاء قوي مع بلال حلبوني على قناته على اليوتيوب أكيد هسيب لكم رابط الحلقة تحت في التعليق المثبت وفي الوصف بتاع الفيديو عشان تشوفوا بلال حلبوني وهو بيتكلم عن حبه لكرة القدم وعن مسيرته بنفسه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته